بل أكركم سمعتوا هذه الشركة أن الإمارات حابة تشريه شركة إسبانية فهذه الشركة إسبانية يسموها ناتورجي ناتورجي شركة إسبانية هي شركة هي شركة مع سوناتراك فهذه شركة شركة في موضوعين رئيسيين تعرفوا أن الجزائر كان عندها خطين لإرسال الغاز لإسبانيا ومن إسبانيا لدول أخرى برتغال إلى آخره واحد كان يمر عبر المغرب واحد مباشرة إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط دون مرع المغرب قبل المرع عبر المغرب في جنوه الذي تلقت على العلاقات غلقوه في 31 أكتوبر 2021 خسرت الجزائر ملاير دولارات وخسرت وجهها على المستوى العالمي وأشياء كثيرة جدا وأيضاً أعطت صورة للعالم الخارجي من أن هذا النظام مستعد ما فيه اشتقاء فقطعوا الغاز على إسبانيا وعلى الجزء البسيط الذي كان يروح للمغاربة طبعاً هذا عند المغاربة شافوه بأنه هذا ليس خصومه بين نظامين هذا هجوم على الشعب المغربي لأن الجزء من الشعب المغربي كان يستفيد من ذلك الغاز وكانت الجزائر مستفيدة والمغرب مستفيد وأيسبانيا مستفيدة النظام أطلق الرصاص على رجليه قالوا نحلي زوج عيون باش نحيعين للنظام المغربي وأما إسبانيا فكمل معها التجارة قسرنا ملايير الدولارات لأن الخط هذا كواحد وكلف ملايير الدولارات الآن المغرب الأنبوب كل اللي عنده رح يستعمل فيه والأنبوب اللي في الجزيرة حبس والأنبوب اللي عاد إسبانيا نظن ولا تستعملوا وبعت الغاز للمغرب ولا تستعملوا لكن هذه مش أول مرة فهم متعودين نحلي عين ونحلو زوج ومتعودين يغرقوا لي مش أموالهم ومكاش لحسبهم ومكان الشام الآن المشكلة أن الإمارات في معركتها الإمارات عندها معركتين عندها معركة مع العصابة الحاكمة الآن وعندها معركة مع الجزائر كوطن وكبلد وكدولة أما معركتها مع الجزائر كدولة وبلد ووطن فنحن سنواجهها فيه وننتقدها ولن نتردد لدفاع عن مصالحنا كجزائرية أما معركتها هي والعصابة فهذا لا يعنينا إلا عندما يكون الضرر على الجزائر كوطن وكدولة وكبلد الجزائر كعصابة كنظام هذا لا تعنينا المهم في إطار الصراع وفي إطار أن الإمارات تريد أن تخنق النظام ومعه أيضا الجزائر راحت شركة من شركات الأبوظبي يسموها أبوظبي نيشن إينارجي كومباني راحت باش تدير أوبا واش معنى تدير أوبا؟ معنى تشتري الأسهم أسهم هذه ناتيرجي ناتيرجي هذه الشركة مملوكة لشركات أخرى فهي تريد أن تشتري الأسهم وناتيرجي هذه عندها 49% وصناتراك عندها 51% بالنسبة للأنبوب لدي الغاز من الجزائر إلى إسباني عبر البحر المتوسط وناتيرجي هذه أيضا عندها شركات في حقول غازية في الجزائر لا نعرف حجمها لكن يقولوا أنها معتبرة يعني الصناتراك وناتيرجي هذه عندهم حقول مشتركة خرجوا الغاز مع بعض إلى آخره فحجمات أبوظبي وفي طار كما قلنا المعرى كما العصابة وهم لا يقلونهم عصابة أجرم في الحقيقة حبوا يديروا أوبا حبوا يديروا يشروا لزاكسهم يشروا الأسهم فلما خرجت المعلومات بأنهم سرحين يخرجوا للأسهم خرجوا في الجزائر وقالوا من أنها إذا باعوا المساهمين أسهمهم في شركة ناتيرجي إلى طرف آخر ونقالوا شلم لكنهم سمعوا الإمارات طبعا هو يقصدوا الإمارات إلى شركة إماراتية بدون أن يسموها فإن الجزائر ستلغي العقود مع ناتيرجي هكذا بكل سهولة لماذا؟ قالت لأنهم لا يريدون للإمارات أن تشتري هذه الشركة المشتركة طيب عندما تلغي عندما تلغي العقود سنقدم لكم بعض الحجج لماذا النظام هذا خاطئ وبعدين نقدم حجج أخرى كيفاش يستطيع هذا النظام مواجهة الإمارات ولا يفعل ولكنه يروح إلى قضية لتضر الجزائر كوطن كبلد كدولة مباشرة قال لك يروح يقطع العقود يلغي العقود اللي مع شركة ناتيرجي طيب كنت تلغي العقود دولي هذه الشركة إذا لغيت معها العقود ستأخذك للمحاكم الدولية و ستفوز كما فازت عدة شركات خذت الجزائر إلى المحاكم الدولية ما فيش قضية في هذه العشر سنوات الأخيرة أو خمسة عشر سنة الأخيرة كانت قضية تنازع ما بين شركات جزائرية خاصة سونتراك ولكن حتى كان شركات أخرى و شركات أجنبية فازت فيها الجزائر دائما الجزائر تخسر فتدفع أكثر بكثير من المشكلة الخلافية اللي كانت بينها أو من إلغاءها العقود أو إلى آخره تدفع أكثر بكثير و الذي يريد أن يذهب يروح يشوف سواء المحاكم أو محاكم الأربيتراج وهذا الأربيتراج نظن نرى موجود في فرنسا وفي لوزان إذا ذكرتي جيدة يعني محاكم تجارية عالمية نظن حتى في بريطانيا كاين وكاين مرات يدون محاكم عادية ودايما الطرف الآخر يفوس يربح القضية علىه لأنهم جهلاء ما يعرفوش كيفاش يتعاملوا في حالة النزاعات وفي الغالب يجيبوا مرات محامين واللي المحامين اللي يجيبوهم عارفينهم باللي الجماعة اللي يسيروا في السونتراك ولا في الشركات الجزائرية سامحوني العبارة بهايم فيعطوا لهم أي كلام ومعضوا تخسر الجزائر والمحامين يدي دراهمه وإلى آخره كالمحامين بدأوا ثلاثة ربعة خمسة مليون دولار في قضايا خسره تخيلوا ملايير للسنتيمات في دراهم الجزائر في قضايا خسره إذن إذا نفذوا التهديد بمعنى إذا المساهمين في ناتيرجي باعوا أسهمهم وأصبحت ناتيرجي هذه ملك للشركة الإماراتية العصابة عندنا تقول سألغي العقد إذا ألغوا العقد يأخذهم للمحاكمة وتدفع الجزائر أضعاف 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 العقد السابق ليس هذا فقط شكلها على المستوى العالمي بأنها طرف غير مأمون غير مضمون تجارة مبنية كما في تجارة داخلية كما خارجية تجارة مبنية دائما على المصداقية على الثقة على الأمان ما بين المتعاملين كي واحد تاجر الناس ما تعملوش يخسر التجارة ولو الناس يقولوا هذا تاجر فاجر وهذا تاجر ما تديرش عليه هذا ما ما يجب لكش السلعة هذا فيفقد مصداقيتهم كثير من تجار قوتهم أين تكمن في الكلمة في المصداقية أو في العقد اللي يوقعوه طيب هذه الدولة عندما تقول للشركة الإسبانية رايحنا نلغي نلغي الاتفاق معكم ويدوك هما للمحاكم ويربحوك رايح تخسر ماديا وتخسر معنويا تخسر قانونيا تخسر أخلاقيا الشركات الأخرى اللي في العالم الخارجي وانت تبيع غير بيترول والغاز كما قال سيد أحمد غزالي قبل أقل من شهر راكم جبته هو خبير ليس فقط كان رئيس وزراء أيام الانقلاب وكان وزير وكان نمخ خبير في البترول هو رأس شركة سونتراك لمدة 20 سنة تقريبا قال أن الجزائر تبيع العملة الصعبة اللي جينا من الخارج هي بيترول وغاز 98% عندما يكون العملة الصعبة جينا في حدوث 98% يا سيدي خلينا نقول 90% أو حتى 80% نحن عارفين أنها أكثر من 95% وتولي ما عندك مصدقية وتولي الشركات اللي يتعامل معاك يقولوا هذون جزائريين هذون الشركات الجزائرية هذون يدر معاك عقد وقدو يلقيه بأسباب سياسية وين تولي تجارتك تنهار تولي تحاول تبيع بأي سعر لأي إن كان لأن الناس ميدرش معاك لأن الشركات محترمة لا تضع معاك عقود لأن لا مصدقية لك لأن لا تتعرف معارك سياسية مع معارك تجارية لا تتعرف وتحول كل شيء إلى ما هو سياسي طيب هذي الجماعة اللي رهم الآن يهدوا في اسبانيول وكان صرتنا المشكلة مع اسبانيا في قضية الأنبوب العابر عبر التراب المغرب الآن ذاك كان هناك انزعاج كبير في أوروبا قالوا هذه الجزائر لا تؤمن وكما لقد حرب أوكرانيا حرب بوتين على أوكرانيا لو كان الغاز نتعنا رانا ننسخن به أو كرح في لبي أو على الأقل لو كرح الجزائريين راه كي بوتين هجم على أوكرانيا اللي ولا العالم يحتاج الغاز اللي سكتوا عليهم في قضية الأنبوب والطريقة اللي غلق بها الأنبوب اللي كان رايح الإسبانيا مرورا بالمغرب الآن كي تأتي فيها قضية مثل هذه طيب تال الإمارات عندك شدتلك ميناء الجزائر العاصمة ميناء جينج شركة التبخ اللي يسموها ستيم شركات أخرى داخلها بسلاح أراضي في العاصمة بآلاف عشرات الآلاف من الأمطار المربعة مباني رايح ما زالت هذه المباني رايح له هؤل الإمارات رايح موجودة في الجزائر أخطر من كل هذا بدل ما تروح تلغي العقد مع ناتير جي ودير مشاكل على الصعيد العالمي وروح اقطع العلاقات تتعرف أن سفارة الإمارات القبض على أربع إماراتيين يشتغلون مع المصاد واضطريته فيما بعد أن خرجته الخبر ولما الوزير مسحتها في الوزير بوسليماني أو سليماني وطرتته وزير الإعلام والحقيقة كانت كاينة الحقيقة أنها كانت كاينة أنهم كانوا هناك وكانت تأخذ قرار جينات تأخذ قرار بقطع العلاقات وهو مسكين راح خرج القرار فالطرف الآخر قال لكم لا 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 ربشاكم درته حبس علينا وش ندير وانا نتبدو الوزير لابانهم الوزراء هذو نتاحهم كما الشنقلة يعني عزكم الله إذن تخلي وإن عندك قدرات خاصة حقك في قدع العلاقات الدبلوماسية ما انتم رحتوا وسارعتوا تحت أكاذيب لا معنى لها ولا أحد يصدقها وقطعتوا العلاقات مع النظام النغربي على قد دبلوماسية الرسمية وانتم ما عارفين أن الحراق قام بها قام بها جبار مهنة وكان دليله باش تعطوه المنصب اللي راح فيه باش يثبت الولاء ويجبته من الحبس كان مسجون طيب الإمارات الآن راح كنت تقول وخرج تببون ودرتوا مجلس ما يسمى مجلس الأمن العالى المجلس الإرهابيين هذو كل يجتمعوا وقلتوا بأن هناك دولة وضايقنا وفي آخر حديثك قلت بأن دولة شقيقة راي تدرنا كذا ووصلت إلى أنك قلت لهم قرب تشوف قرب تشوف هذه راي قبل تببون بوحجرة راي قبل تببون بوحجرة هذه راي قرع راكين وحدة آخر راكين تببون بوحجرة اللي جات قبل سبوع والعشرية مراكين تقبلها قرب تشوف هاك تقول وخرجتوا وعلامكم اخرج وخرجتوا بن قرينا وخرجتوا الوزح النون وخرجتوا الخبر جرائدكم كلها تهاجموا في الإمارات وجزء كبير منها صح وإن كان جزء بالغتوا فيه أقطع العلاقات دبلوماسية كي تقطع العلاقات دبلوماسية مع الإمارات حتى على المستوى الدولي يكون مفهوم أنك تطعت معهم العلاقات وبالتالي لا تريد معهم حتى علاقات تجارية وربما ربما يمكن ترحوا عند قاضي والله يقول لك آه نعم أو النظامين الجزائري والإمارات ما بينتهم مش علاقات دبلوماسية فمن بابي أولى أن ما تكونش تجار أقول ممكن أنت العلاقات دبلوماسية والسفارة تقوم بالتجسس مكش قادر علا مكش قادر قلنا عدة مرات دعونا نذكروا بها فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن جزء من الجنرالات ومن الوزراء ومن السفراء ومن الولات ومن القضاءات عندهم ملفات فساد مالي ولكن الكثير أخلاقي والإمارات عندهم سيديات وأنتم تعرفون هذا فلم تستطيعوا لحد الآن صحيح تبون شخصيا وبعض المرتبطين به ما كانوش مرتبطين بالإمارات شنغريحة ربما ما كانش هو شخصيا مرتبط بالإمارات لكن كائن مسؤولين كبار عسكريين ومدنيين كانوا يروحوا لفنادق سبع نجوم وخمس نجوم وكل ما فيها من فساد في دبي وما جاور دبي وكثير من التفاصيل في هذا الموضوع ضف إلى ذلك أن هناك مئات شركات المسجلة باسم حاج موسى أو حاج عيسى أو حاج عبد القادر وهي تع جنرالات ومتع وزراء ومتع أولات وتشتغل ما بين الجزائر ودبي ودي الطراباندو وتهرب الذهب وتجيب حاجات وتدي حاجات وأنتم عارفين بالله هذا إذا قطعت العلاقات يرح يمسكم في التجارة اللي رقم ديروها من الخلف باسمها مستعارة يقوم بها كبار المسعورين فهذا اللي ومن بابي أو لا إذا خلاص رحت واللي دخلت في الوجو مع شركة الإسبان هي قطع على ميناء العاصمة أو ميناء العاصمة تحت سيطرة الإمارات أو ميناء جنجن تحت سيطرة الإمارات هذا أخطر بكثير يعني هذا ميناء أين تجاريين الإمارات تعرف كل التفاصيل كل ما يدخل يخرج من البلاد اللي ما رأت تعرف ونحن نعرف كثير من الموظفين الجزائريين أنه إذا أعطالوا لانغو دور يعطيلوا كثير من اللي أعطاهم أويحيا تتذكروا الستين لانغو دور تعويحيا لكن أويحيا كان رئيس وزراء وكان مدير ديوان فكان يمدلهم بلا حدود فما بالك مدير الجمارك في ميناء الجزائر أو مدير البوليس في ميناء الجزائر أو يعطي لهم أكثر من اللي ما عندهم مش يدعطيها يكفي يعطولوا يقولوا له أنا حطي لك 50 ألف دولار في دبي مرات حتى 10 ألف دولار للأسف أكثرية لشدين مناصب عليا اليوم في الجزائر مرتشين مش برك مرتشين يرتشون وهم مرتشين أيضا بمعنى أنهم يقدموا أموال لأسيادهم لمسؤوليهم باش يحطوهم في المناصب مهمة ويخذوا رشاوي من عند الآخرين فسيدي كوروم بي إي كوريبتور في نفس الوقت وبالتالي شيراءهم بعشرة ألف دولار وخمسين ألف دولار بسيطة جدا وحيانا حتى بأسبوع برك في ملذات دبي ورأي عندكم قال قوائم اللي راحوا يروحوا كائن مسؤولين يروحوا لدبي عشر مرات في العام قايت صالح كان يروح ست مرات ثلاثة رسمية وثلاثة يروح في أشكال أخرى مع أنه قايت صالح كان عمره قد جاوز الخمسة وسبعين سنة فذلك بالآخرين على سبيل المثال الموقف من الإمارات يجب أن يكون واضح نعم دولة الإمارات تريد شر بالجزائر وتريد أيضا خصومة معاكم أما الخصومة اللي معاكم ما تعنيناش أما شر الجزائر فهذا نحن لا نقبله وأنا أريد للجزائريين أن يفرقوا معركتنا مع العصابات ما عيش مع الدولة الجزائرية أو البلد الجزائري بل بالعكس معركتنا لإنقاذ الجزائر كدولة كبلد كوطن كشعب فكاين بعض الناس ربما مرة تقول لك خلي الإمارات تعطيلهم لا 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 الإمارات مين جاية تضرب العصابة فقط الإمارات جاية تفكك الجزائر وهذا العصابة خاصة اللي قبلها مكنتها من أشياء كثيرة وهذا العصابة مازال خايفة منها بصح رايحين عند إسبانيا يديرون معنا ترجي فضيحة أخرى وستخسرونها على المستوى التجاري ستخزرون المال وستخسرون المصداقية وسأن شركات أخرى رايحة مش تدير معاكم وإذا كان ما كانش للغاز والبترول واش كاين تحسب الكلام نتع نفخ الكلام اللي رايح يقولوا تبون باللينا نصدر سبع ملاير وثمان ملاير صدر حتى عشرين مليار خارج بيترول والغاز لا شي وبعدين واشنو الصاديرات متاعنا واشنو هي خمور تمور سيمة والحديد سيمة والحديد هذه كارثة كثير منهم كاين دول كثيرة منعت الآن صناعة الحديد عندها وصناعة إسمنت عنها أو خففت على نتيجة للمظار البيئية للمخاطر الصحية الناس اللي رايح يسكنوا وين كاين مصانع الإسمنت رايحوا أكثريتهم عندهم لازم بعضهم عندهم الكونسير دو بومول بعضهم عندهم أمر التنفس بكل أنواحها وأشياء أخرى كثيرة الإجهاض الكوارث وفرحانين بأنكم تبيعوا السيمة ما واللي تشتستردو اللي تتبيعوها رايحكم تديرونا في إذا سميناها صناعات صناعات تنتع تدمير الإنسان الجزائري والبيئة الجزائرية يعني الجزائر فقيرة باش تدير مصانع تعسيمنا وتبيعها للخارج عنا 700 ألف مشروع نقدرون نديروه في البلاد بعيدا عن التلوث وعن الإسمنت وعن الحديد وعن الرخام هذك اللي رايحوا يموتوا فيه من جهة من جهة الشرق مساكن يعني شباب كثير ماتوا واللي مات بالسرطان واللي راهوا مساكن ما يلقوش أن يخدموا ويخدموا كالعبيد في صناعات ملوثة للإنسان وللبيئة ولكل شيء ملوثة للإنسان